مرد الروماتيزم عن الجسم مقابل الالتهابات المايكروبية أو الفيروسية لكن في حالة هذا المريض الجهاز المناعي بيصير فيه خلل بحيث أنه بيحارب نفسه يعني بدل ما يحارب ضد المايكروبات والفيروسات بيصير يحارب ضد نفسه فبيصير فيه التهاب في الغشاء المبطن لهذه المفاصل وطبعا بحدوث هذه الالتهاب بيصير فيه نخر في العظم اللي حوالين المفصل مسبب لتشوهات في هذا المفصل هلأ أنواعه يعني مرد الروماتيزم بشكل عام إحنا بنحكي مرد الروماتيزم التهابي ومرد الروماتيزم غير التهابي إحنا اللي بهمنا يعني في حلقة اليوم أو في برنامج اليوم هو المرض الالتهابي اللي بيكون في من أعراضه ورم في المفصل ألام في المفاصل خاصة اليدين ويصاحبه تيبس صباحي قد يمتد أقلها 30 دقيقة قد يمتد إلى طول النهار طبعا بيصير المريض أسوأ في حالة الراحة وفي النوم الحركة بتحسن من هاي الأعراض زي ما حكيت لأنه مرض مناعي والتهابي بيصير فيه أعراض شاملة في كل الجسم منها ارتفاع درجات الحرارة، فقدان الشهية، نزول الوزن، تعب عام، إرهاق قد يعني كمان بيكون فيه مرات أعراض خارج المفصل خارج المفاصل ممكن يصاحبها التهاب في العيون ممكن يصاحبها التهاب في الأمعة، ممكن يصاحبها التهاب في الرئتين مسببا تلايف في الرئتين أو التهاب شريين ناتج عن هذا المرض الروماتيزمي لغاية الآن ومع تطور العلم والطب لم يتوصلوا إلى سبب محدد وواضح لحدوث هذا النوع من الأمراض لكن التجارة والأبحاث أبينت أنه هناك عامل جيني يحفز على حدوث هذه الأمراض موجود في بعض هذا الشخص إذا عنده هذا العامل الجيني وبوجود مؤثرات أخرى قد تظهر علامات أو أعراض هذا المرض وحدوث هذا المرض أسباب أخرى التدخين التدخين له علاقة مباشرة بظهور وإنتاج أجسام مضادة الـ ACCP يعني بشكل واضح اللي هو أكثر عامل أو جسم مضاد موجود في مرضى اللي عندهم أمراض دروماتيزم والمرضى اللي بيكون عندهم هذا العامل موجود درجة الإصابة بهذا المرض تكون شديدة أو خطيرة الأسباب الأخرى التهابات فيروسية أو بكتيريا قد تسبب حدوث هذا المرض أمراض دروماتيزم أو مرض روماتويد يتم تشخيصه أساسا سريريا يعني نحن لا نستغني عن التشخيص السريري في حالات مرضانا وتدعم بالفحوصات الطبية فكما ذكرت سابقا وجود التهاب أو رام في المفاصل خاصة المفاصل يدين مع وجود تيبس صباحي بالإضافة إلى فحوصات مخبرية هذا هو الطريق الصحيح لتشخيص المرض يعني علاج المرض الروماتيزم الآن الحمد لله نحن مع تطور الطب في آخر 20-30 سنة يعني أنا مرات بحمد رب العالمين أنه أنا بمارس مهنتي الآن وليس مثلا قبل 20 سنة لأنه رؤيتي للمريض وهو مصاب بالتشوهات في المفاصل لعدم وجود العلاجات الفعالة جدا محبطة لطبيب الروماتيزم هلأ إحنا عادة أهم شغلة بالعلاج هو العلاج المبكر التشخيص المبكر والعلاج المبكر أهم نقطتين في أمراض الروماتيزم كل ما علشت أنا مبكر بعد التشخيص المبكر أنا بتفادة وحدوث التشوهات الممكن تصير بالمفاصل هاي نقطة ثانيا أنه بسيطر عليه أسرع هلأ إحنا عادة نبلش بجرعة بسيطة من الكورتيزون هي منعتبرها هاي جسر لعبور العلاجات الأخرى حتى تجد أو تصل قصوى فعاليتها يعني مبدئيا بمرضى الروماتيزم نبلش إحنا بالميثتروكسيت اللي هو علاج من العلاجات الكيموية يعطى بشكل أسبوعي لمرضى الروماتيزم والحمد للارب العالمين هلأ مع تطور العلم وتوفر هاي العلاجات في الأردن عموما وفي الخدمات الطبية خصوصا وجود هاي العلاجات البيولوجية اللي هي الانتي تين اف بلوكرز والبيولوجيك ثرابي كلهم يعني هذا كتير حسن من الأوتكم هلأ إحنا في هاي المرحلة من العلاج الروماتويد إحنا وصلنا لإشي بنسميه تري تو تارجت تارجت التبعنا اللي هو الرميشن يعني إحنا منظن نعالج المريض لحد ما أوصل إلى اختفاء أعراض المرض هلأ عشان نحاول إنه ما يصير عندنا هذا المرض أو نحسم الأعراض متى ما صارت التدخين إله يعني سبب مباشر لحدوث مرض الروماتيزم وحتى كمان فعالية الأدوية بوجود التدخين بتقل يعني إن المريض بيأخذ علاج كيماء وبيأخذ علاج بيولوجي إذا مع وجود التدخين فعالية هذا المرض فعالية هذه العلاجات تقل مع وجود التدخين عدم التعرض للبرد الإناية المهمة بأمراض اللثة والأسنان لأنه وجدوا إنه في علاقة مباشرة بأمراض اللثة وحدوث الأمراض الروماتيزمية وفي النهاية بدي أكد على موضوع جدا مهم اللي هو التشخيص المبكر التشخيص المبكر معناته العلاج المبكر وبالتالي الحلولة دون حدوث تشوهات في المفاصل ونتمنى السلامة والصحة والعافية لجميع المشاهدين